بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم مع بعضها بازن الله في البند اللي بعده اللي هو احتياجات المستهلكات والتحاليل زي ما انتفقنا حاجة مستهلكة يعني حاجة مجرد ما جات عندكم في المعمل يعني ايه نظريا وارد ان هي بسا انتتعرض الكسر وارد ان هي يعني يعني مش محتاجين نراجعها وراكم يعني ده اللي انا عرفه يعني طبعا برضو ايه الاسات ذا في وحدة المخازن ومشتريات في الكلية كانوا مشرحولنا برضو وحاجات اكتر من كده لكن انا ايه ده على قد ما انا فهمت يعني لان انا برضو الحاجات الادارية دي بتبقى برضو صعبة عليها شوية الاجهزة بتدخل جرد جرد يعني ايه يعني انت لما تشتري جهاز في المعمل بيبقى على وحدة حد اه وبيتراجع كل سنة بيشوفوا الجهاز ده شغال مش شغال محتاج سيانة ايه ظروف وكده لكن المستهلكات دي مثلا ايه تشتريته بيكر مثلا البيكر ده مش هادخل سيانة يعني بيكر ده وارد انه يتكسر وارد ان حد يقع منه وارد كده يعني لكن الجهاز برضو طيما هو واحد يقول لي ممكن الجهاز برضو يعتل هقولك الجهاز لما يعتل يتصلح يتعمل له سيانة لكن المستهلكات لما لما بتتكسر او تبوز خلاص دي حاجات تترامى نظريا ما بتخشش ايه بتخشش جرد او ما فيش عليها سيانة دورية او حاجة زي كده فالمستهلكات دي هي عموما الكيتس اللي معاكو الازاز البلاستيكات الكيمويات اللي بتشتروها الحاجات اللي زي كده يعني ايه خلية مثلا الاكترو كيميكال سل اه من الازاز هقولك لا دي نظريا تعتبر جهاز لان دي حاجة مش يعني دي تعتبر تابعة لجهاز زي مثلا بتونشو استاتا حاجة زي كده اه لكن المقصود بالبيكرات الحاجات اللي هي ايه ممكن تترامى وتتكسر يعني لكن مثلا البيكر ده تمنوا مثلا مية جيني ولا حاجة لكن الخلاية دي ممكن تكون تمنى مثلا عشر تلاف جنيه فما فيش يعني يعني بيعتبروها يعني حاجة غالية وحاجة قيمة يعني لكن هي برضو بتعتمد في الاخر على ايه على حسب رؤية الناس في ادارة المخازن لانه فيه موظفين ببشاطرين جدا مشا الله انه خبرة كبيرة بيقدروا الحاجات بطريقة معينة وعلى حسب رؤية الدكاترة فيه دكاترة بهم اللي بيكتبوا يعني بيقافيه تعاون ما بين الادارتين فبيكتبوا الحاجة المطلوبة يعني وكده ما بينهمين ان انت ايه بالفترة كده توقفاهم يعني كلمة مستهلكات واقفاهم ان هي ايه الازاز والكيميائيات والحاجات لزي كده دول بنعملهم جدول زي كده جدول بسيط خالص بنكتب الايتم بنكتب البند المطلوب او الحاجة المطلوبة احنا عايزين كونيك الفلاسك مسلا عايزين الازاز دي اللي عامله كده دي اعيزين بيكارات عايزين جوانتيات للمعمل مسلا ايه التفاصيل با بتاعتها عايزين كونيك الفلاسك ل� Hatna 500 ملي الكبير ده وعايزين المتين وخمسين مليا عايزين المية عايزين الخمسين الخمسمائة ميلي الكبير ده. وعايزين الميتين وخمسين ميلي. وعايزين المية وعايزين الخمسين. وعايزين راوند بوتن فلاسك متين وخمسين ميلي. ده الكفاية عندنا. وهكذا. وعايزين مسلا الجوانتيات. عايزين جوانتيات ميديا مجوانتيات عشان الطلبة هم اشغالين في المعمل وكده يشتغلوا به. طيب. عايزين منه قد ايه? والله ده عايزين منه اربعة. مسلا يعني ده عايزين منه تمانية. فهذا كده السندية الكلافزات عايزينا أصلا عشر سندية عايزين هنا عشره برضه الواحد من دول سعره كامึنا المسلا 100 جنيه احنا عايزين منه اى اورباة يبقى كلهم هيكلفونا اوا ajuda 400 جنيه نضرب عمودة في العمودة هنا عايزين تمانية برضه الواحد دمو 100 جنيه يبقى بخير 800 وهكذا برضه السندوق الجوانتيات مثلا تمانا هى الواحدة تكما بينه انو 250 جنيه مثلا احنا عايزين عشرة منهم يبقى cochنا بنصرف 2500 جنيه في الجوانتيات دي وهكذا. ونبدأ بقى ايه نجمع كل دهوت وراء بعض. طيب واحد حيقول لي معيش. الارقام دي انا حديدها علي اساسي. ده سؤال صعب. المشروب بيحاول يتخيل المشروع اللي مدودته سنتين ده. ايه كمية الاحتياجات اللي مطلوبة فيه. وفيه حاجات من دول بيقدرها يعني تقديريا كده. وانت ممكن انت تقدرها بنفسك مبدئيا وهو يراجع وروق. نفس الفكرة في الجوانتيات والاستهلاكات وكده هو بيحاول يتخيل ان مثلا الطالب حيشتغل في اليوم مثلا بجوانتي مثلا. ففي مثلا خمسة طالبة حيشتغلوا في اليوم. فحيستهلكوا عشر جوانتيات. مثلا كده يعني بيحاولوا يقدره بمنظر زي كده. السندوق مثلا العلبة الواحدة مثلا فيها امتين جوانتي. يبقى نحتاج كزا علبة في اليوم. يبقى كده. ويقعد بقى ايه? وهنا عايزين كده. يبدأ يقدر. تمام? الازاز ده زي ما تفقنا بيدور عليه برضو الكيميائيات نفس الفكرة. بيعطي شوف الكيميائيات او انتم بتعطوه بقى تكتيبوا لستا بالكيميائيات. من الحاج اللطيفة اللي انت تعملها ان انت تحاول تفهم الايتمز اللي هو المعامل. تحاول تتخيل كده ايه انواع الازاز اللي موجودة ايه انواع البلاستيكات اللي بتبقى مطلوبة. التبس اللي موجودة التبس بتاعت المالك روجيت. الحاجات اللي زي كده هوت. هتمفهم معك كتير لان انت ساعة الجد والدكتور بيقولك ايه? ابعت لي ليست بقى ايه? المستهلكات اللي انتوا عايزينها كلها. فجدول زي كده جدول كبير يعني بس اصيص لك منه حتة صغيرة. لكن بقي في جدول كبيرة موجودة. وطبعا كل ما اعمل اضرب شغله. يعني فيه معامل ما بت ايه? ما بت اه يعني كل ما اعمل بحسب اللي هما بيعملوه يعني. طيب. اه بالنسبة للتحاليل. احنا اتفقنا ان دي المستهلكات والكيمويات والحاجات اللي زي كده. التحاليل. التحاليل برضو نفس الفكرة. بيقعد بصلا الدكتور يقولك ايه بص احنا بنسبة لجهاز الاكس ار دي. احنا فيه جهاز في المركز القومي للبحوث. عايزين نعمل عليه حوالي مسلا على القل خمسين عينة. طب انا بس السؤال. هو الدكتور هيعرفين انهم خمسين عينة. بيبقى تأثير. بيقدر حاجة زي كده مبدئيا. لان انتم ممكن ان تحضروا مواد ننطسوا بتاعكم من اول مرة ربنا وفقكم. وممكن تحتاجوا ان انتم تشتغلوا اكتر من كده. طيب. فبيقدر مسلا حاولي خمسين عينة. الخمسين عينة دولة العينة الواحدة بتكلف تلتمية جنيه. تضرب برضو العمود ده في العمود ده. تشوف انتم محتاجين ايه? اه اكس ار دي بكام على يعني يبقى فروس قد ايه تمن من الاكس ار دي ده هو. طيب. افرد الدكتور بالغ شوية في الاسعار. يعني افرد مسلا ما هو ايه? انتم محتاجتوش خمسين عينة كلهم. زي ما في الاجهزة كان ممكن يبالغ في سعر الجهاز او يبقى اقل من المطلوب او كده. الوفر والاندر استيميشن. هنا الوفر والاندر استيميشن امرها سهل. بتتحل باذن الله بس هنتكلم عنها بعدين. بيحلها ازاي? بس مبدئيا كده ممكن الدكاترة بيرعوا بعض. يعني مسلا ايه? اه الدكتور مسلا عنده فلوس زيادة مسلا على اه مسلا اه على الجهاز ده هو. ممكن في دكتور تاني زميله مسلا يقول له طيب انا عندي طالب محتاج عينتين على الاكس ار دي هخليه يعملهم على حسابك. واحنا عندنا فلوس زيادة في الجهاز الفولاني. تحب انت تعملهم على حسابنا? كده يعني. فبيرعوا الامور دي مع بعضهم. كده يعني. تاني حاجة في جهات في جهات ساعات مسلا زي. مسلا يعني انا هنا مركز القامل والحاجات دي تبقى امثلة بس. لكن ساعات مسلا الجهاز مسلا خلينا ندر حتى نكمل كلامنا بعض وهحكي لك الح دي. دلوقتي مسلا عندنا مكريسكوب زي التم مسلا. اتلاقي الدكتور يقول لك ايه? احنا على التم. اللي في المركز القامل البحوث ده عايزين نصور عشر عينات. العيناة تمانها خونسمائة جنيه. هيكلفنا قد كده. في برضو تم معا ايديكس. بس مسلا في المكان الفولاني. مسلا انا هنا بضرب امثلة والله يعني مجرد بس مثال. انا حاجة نصور عليه خمس عينات. تمانهم العيناة تمانها الف جنيه لانه هو صورة زائد ال ايديكس. فحيبقى تمانهم قد كده. في تم تاني ز في مكان تاني غير المركز ده هو. برضو احتمال نصور عليه خمس عينات برضو تمانع حوالي الف جنيه فحنا ما محتاجين قد كده هو. فواحد اقول لي ماشي ثانية واحدة بقى. انا كده مش فاهم. هو هنا دلوقتي ده المكريسكوبة هو. هيصور عليه عشر عينات. ماشي. احسن عينات فيهم او المواد اللي ادت معنا نتيجة حلوة قوي. ممكن نبعاتها تاني تتصور عشان احنا محتاجين ال ايديكس. فماشي انا فاهم ان هو هنا عامل حسابه عشر عينات علشان ايه لسه بيدور على المواد اللي طالع معي. المادة اللي تدي معها نتيجة كويسة هنيحتاج بس ان شاء الله كان واحدة منهم هني احتاج معها ايديكس. ماشي انا فاهمها دي. بس ليه عندي مكانين فيهم نفس الخدمة. ليه المكريسكوب زياد ال ايديكس هنا وهنا. هقول لك ان الدكتور عامل حسابه على حاجة احتياطي. ليه? لان الجهزة دي ساعت بتعتل. فلو هو كان عامل حسابه على المركز ده بس. كان ممكن الجهاز يعطل عندهم يكعمل له المشروع كله. وده جهاز حساس بالنسبة له. فبيضطر يعم هكذا. اتفقنا. تاني حاجة ساعات بتفرق في الحجز. ان ساعات مثلا الجهاز ده بيبقى شغلوا عليه زحمة. كتيرة. فييجي يحجز معاد عليه. يقول له مثلا ايه قدامك ثلاث شهور. طب هو اصلا مشروع كله مثلا سنتين. بالعافية ده انت بتجروا واروا عشان تخلصوش سنتين. لكن الجامعة دي بتلاقيها فاضية. فمسلا يعني او عندهم وقت فممكن يعملوا. احنا بس والله هنا بنضرب امثلة يعني ما نقصوش حاجة مع حد يعني. طيب نفس الفكرة بيقى فيه برضو مشكلة ت تانية. ان الجامعة دي بتصيدهم جهاز كويس هما هو عايز يستخدمه. الجامعة دي مسلا يبقى فيها ميزة. يقول له له بص. انت لو حطيت عندنا فلوس مسلا زیع عشرة ، تستخدمهم مع الجهاز ده تتستخدمهم مع ده تتستخدمهم مع ده. فبرحتك خالص ما عندناش مشكلة. فهو بيبقى متطمن ومرتاح. هو عمل حسابه مسلا على الخمس عينات على الميكروسكوب معاهم. وخمسين عينة على جهاز معاشر عينات على جهاز معين. فهو عمل حسابه انه هو سابق معه مبلغ فلوس كويسة. استخدم ده استخدم ده استخدم ده يقدر ايه يتحرك لان زي ما قلت لك هو بيقدر تقدير مبدأي هو ما يعرفش والله وعلم انتهي تعمله كم عينة ولا عادش تقوله في كم حاجة ولا كده لكن في اماكن تانية تقول له بص انت سيبت فلوس للميكروسكوب بل الميكروسكوب بس يتصور عن الميكروسكوب يا كل سنواته طيب ما فيش عندنا فانت وها كذا يعني طيب الفلوس دي بتتسبب ازاي للجهات المناحة دي قصة ان شاء الله لما يتقبل المشروع نتكلم عنها فيه نقطة ضروري ان انت تبقى فاهمها واخد بالك منها احنا كده لغاية النوات لو انت عايز تقفل يعني احنا كده ايه خلصنا بس يعني فيه نقطة حساسة يعني انصحك تسمع من باب العلم بالشيء يعني دلوقتي اغلب الناس لما تيجي تقدر الكيمويات والاحتياجات بتاعتها المستهلكات بيجي في دماغهم بس البلاستيكات والزجاجيات والحاجات اللي زي كده والتحاليل اللي هم طلبينه والكتس والله لو عايز تشتروا مثلا الكتس باكتيريا وحاجات زي كده بيجيبوها وحاجات زي كده فيه حاجة مهمة ليس تاخد بالك منها من ضمن المهارات اللي مطلوبة ان انت لما تيجي تشتري جهاز ست شوف احنا بلوقتي بنتكلم بفكرك بالاجهزة لما تيجي تشتري جهاز تسأل نفسك ازاي الجهاز ده ان شاء الله يشتغل سنة قدام من غير مشاكل او ازاي الجهاز ده اشتغل مثلا سنتين ان شاء الله قدام من غير مشاكل خلينا على سنة واحدة هتخيل معاك ان انتو اشتريته بيتشميتر او هايزين تشتروا بيتشميتر البييتشميتر ده ممكن تشتروه وبعدين ييجي طالب وهو شغال عليه يمسك الالكتروض يحطه في عينة يتخبط منه غصبا عنه ويمكسره طيب الالكتروض ده هيزعلكم جامد عشان تجيبوا بداله لان انتو عشان تجيبوا بداله انتو مش كاتبينه في البنوت بتاعة الاجهزة انتو طلبتو خلاص الجهاز بيتشميتر بالالكتروض بتاعه جه خلاص الالكتروض بس لوحده هتجيبوه ازاي لازم ترجعوا تعدلوا الميزانية بتاعتكو عشان تجيبوه او يعني شغلان عشان تجيبوا الالكتروض بداله فقصة جبيرة تاني حاجة لازم الالكتروض بالنفس الشركة لان هو جهاز له الالكتروض خاص بيا ما تدرش تجيبه من شركة تاني فشغلان طيب الجهاز شغال بس جيه طالب قالك بيكلم الدكتور المشرف بيقول له الجهاز انا حاس انا شكك في النتائج انا حاطط مثلا فالمفروض البيئتش تطلع مائة تسعة ولا عشرة طالعلي بيئتش اربعة فالجهاز بيخرف الجهاز في مشكلة فالجهاز ده بيبقى معاه محليل معايرة بتعايره الجهاز ده دي حاجة معروفة في البيئتشميتر انه معاه مثلا محلول معايرة بيئتش اربعة وسبعة وعشر فانا لو حطيت الالكتروض في البياتش 4 دي المفروض يقرالي 4 حطيته مثلا في المحلول العشرة يقرالي 10 حطيته في المحلول السبع يقرالي 7 تاني حاجة الجهاز نفسه بيتعاير من فترة للتانية بعد كل مثلا فترة المفروض بيتقلق كده في الكاتلوج بتاعه ان انت عرفه ان ده بياتش 4 يعني انت حطه في البياتش 4 دي وفهمه ان دي 4 دي 7 دي 10 عشان تعمله كاليبريشن مرة تاني تعمله معايرة مرة تاني خلاص فالكيمويات دي والالكتروض ده يعتبر مستهلكات تبع جهاز فضروري ان انت تحاول تطلبهم لما تيجوا تشتروا جهاز زي كده هو فده من ضمن الفنيات اللي ايه لازم تاخده لك منها انا منصحك بيها يعني لو المشرف قالك لا لا سيبك من قاسر بيقوله ده خلاص سيبك من قاسر بيقوله لكن انا منصحك بحاجة زي كده هو طيب نعمل ده ازاي لما تيجي تطلب من جهاز زي كده من شركة تقول لهم بعد اذنكو انا عايز تبعتولي عرض سعر بالبيئة شميتر عرض سعر اهو ببيئة شميتر وتبعتلي عرض سعر منفصل تقولي فيه ثمن الكيمويات دي كام وتمن الالكتروض ده الوحده كام او تحطيلي الكتروض مع الكيمويات ده هيد ليه علشان ثمن الجهاز ده هوت حصرفه من مع الاجهزة وتمن الكيمويات دي والالكتروض ده حصرفه مع المستهلكات حصرفه مع البلاستيكات ليه لانه هنا في المثال بتاعنا ده مع المشروع ده هوت ثم قالوا لك معاك 400 ألف تشتري بيهم أجهزة وكيمويات وتحليل لكن أغلب اللي أنا عرفه أنه يقول لك مثلا معاك 200 ألف تشتري بيهم أجهزة و 200 ألف تعمل بيهم تحليل وكيمويات فأنت تمن البيتشميتر ده حيجي من 200 ألف الأولينين وتمن ده وتمن ده حيجي من 200 ألف التانيين رغم ليه نفس الشركة بس أنت بتطلع من ميزانية هنا غير الميزانية دي يعني بتطلع من بند غير البند تفقنا؟ فأنا بمحتاجة عرضين سعر عرض سعر بالبيتشميتر كجهز وعرض سعر بمستلزماته بالحاجات المستهلكات اللي تابعوا علشان زي ما قلتلك أنا يهمني أن الجهاز يبطل موجود أو شغال بإذن الله برضو نفس الفكرة لو أنا عندي مثلا حاجة زي سولر سيموليتور محاكي لأشعة الشمس ده جهاز مع لامبة كتابات اللامبة بتاعته دي لأعدة ساعات معاينة وتنتهي فأنا يستحصل من بدري بديم حاشتري جهاز غالي زي كتابات أطلب معا لامبة زياد احتياطي معايا علشان لما ديت اخلص أو لما ديت بوز أركب لمبة مكانها لأن المشروع بياخد سنتين ممكن من كتر الشغل مثلا تستهلك اللامبة مثلا في خلال فترة مهينة في واحد تاني يقول لك لا لا السولر سيموليتور بيعيش واللمبة بتاعته بتقعد فترة أطول من سنتين ويبيحلاء ربنا بعد كتا خلاص ربنا أقفقه لكن ده لأ أنا بقول لك عليه لأن إيه بدأ من جهاز حاجة استراض استراض اللامبة معا بالمرة سنين لو بازت يبقى الجهاز كل باز لكن دي مش لمبة بازت أو يعني أقصد لو ده بازت ممكن يتعمل له السيونة أو كده يجيبوه أو حتى لو هي يعني اتهلكت أو عدد ساعتها خلص ده هيدخل تابع السيونة بعد كده هو العرف أن جهاز اليو في بييجي زي ما هو كده على بعض هو بيعيش فترة أولية جدا ولمبته مستقرة وكويسة لكن المعروف عن السورة سيموليتور إن اللامبة بتاعته تستهلك معدد ساعت معينة فلازم إيه تغيروها وتجديدوها يعني خلاص برضو ممكن واحد يقول لي إيه طب ما أنا اليو في برضو عنده كيوفيتات كوارتس أطلب لبردو عرض سعر كيوفيتات كوارتس حالك لا مش ضروري ليه لأن انتو الكيوفيتات الكوارتس دي ممكن تشتريها من أي شركة فأنت مش تازم نفس الشركة تقول له ها أديني عرض سعر بيو في وعرض سعر كيوفيتات كوارتس لأ انت ممكن تشتري أي كيوفيتات من أي شركة تانية لكن البيئة تشميتر لما بييجي لازم تجيب الإيكتروت بتاعه بتاع نفس الجهاز اللي معاه الكيمويات دي بتيجي من أي شركة برضو مش تفرق كتير بس يستحسن تجيبها من اللي الشركة بتختارحه عليكو يعني أو اللي الشركة بالمرة بتجيبهلكم معاه بالمرة يعني برضو جهاز زي بتنشي أستاذ زي كده هو بيبقى معاه الإيكترودات يستحسن كل إيكتروت منهم تجيب له واحد يحتياتي معاه علشان إيه لو تكسروا اللي حصل له حاجة أو جدوة لأنه بيزعع الجامد لما حاجة زي كده تكسر يعني برضو مثلا حتى أفسد حاجة زي مثلا إيه فلاتر مية في ناس حسلا بيحب يحب يحط فلتر مية قبل جهاز تقطير المية الفلتر ده معه كارتش جوه مع الخرطوشة بتاعته اللي جوه الخرطوشة دي في واحدة منهم بتخلص كل ثلاث شهور بتتهلك في واحدة منهم لازم تغيرها كل ستة شهور واحدة لازم تغيرها كل مش عارف قد إيه فأنت ممكن احتياتي تطلب منهم كذا واحدة منهم احتياتي معاكو زيادة بالمرة مع تمن الجهاز يعني تقول له اديني عرض سعر بالجهاز وديني عرض سعر منفصل لشوية كذا واحدة من الخرطوشة دي احتياتي عشان أنا عايز الجهاز دي يشتغل معاه على الأقل سنتين طول مدة المشروع من غير ما يكلفنا حاجة خلاص برضو في حاجات بسيطة انا شفتها قبل كده زمان المسلا جهاز زي ده هو ده مسلا فاكيان بامب في بامب هنا بتقوم بتركبها بخارطوم مسلا لغاية البتاع الإزاز ده هو الخرطيم دي بتبقى خرطيم سيليكون وخرطيم نضيفة الخرطيم دي ساعات بتتقطع وساعات بتتبهدل يعني انا لفت مرة في القاهرة وقعنا نلف ونشتري عشان ندور على الحاجة زي كده هو فساعات الخرطيم دي بتبقى الشركة بالمرة انت ممكن تطلبها منه بتقول لهم مسلا ايه الديني عرض سعر بخنر زيادة زي ده والخرطيم برضو اللي معاه دهيت بالمرة فعرض سعر منفصل عشان احنا ايه زودلنا او ادلنا مسلا عرض سعر في حاجة زي كده هو تحتياطي معنا نخليها عندنا احتياطية عشان لو الخرطيم دي مع كتر الوقت والشغل بتبوز بتتقطع بتتكسر مش عارف يعني بتنشف كده ساعات وبتتزفاه دل هتقولنا مع واحد احتياطي زيادة يعني بدأ من نفهم دول اتفقنا برضو مسلا نفس الفكرة ده جهاز مسلا ان الروتافاب ده بيستخدموه الزاملة بتاعة بتاعة البايو طبعا مش هقول لك اشتري كندنسر زي كده لانه هو اصلا يعني كندنسر الدقة عغالية جدا وانه يكسر الدي كارس يعني ده في تهريك مع استخدام الجهاز لكن الفلاسكات اللي زي كده الازاز مع كتر استخدام العينات بتتوسخ ساعاته بتبوز بقى حسن لك تشتري لك فلاسكتين تلاتة زيادة معايا يعني احتياطي برضو نفس الفكرة فيه ناس بتشتغل على حاجة فيها تفلون زي كده هوت العلبة تفلون دي بتتوسخ مع كتر العينات فممكن تشتري لك واحدة ولا تن احتياطي معاك يعني القاعدة عموما ان انت اي جهاز بيتعامل مع عينات فالاغلب العامل العينات بتبهدله وبتجرح وبتبوز الحاجات اللي فيه فحاول تشوف كده العينات دي بتتحط فيه وتحاول تجيب لها حاجات احتياطي البي اتش ميتر بتحط العينات بتاعته الالكتروض بيبدل يتحط جوه كذا عينة فالالكتروض ممكن يتكسر ممكن يفوز التفلون ده بتحط في كذا عينة فممكن يتجرح ممكن يفوز نفس الفكرة دي كترة مستعمل مع عينات كتير ممكن الخراتيم دي تبوز يحصل فيها حاجة وكذا يعني خلاص اللامبة دي بتنور كذا عينة فممكن مع كترة لاستخدام اللامبة تبوز دي القاعدة العرف يعني المشهور او كده اللي ربنا كرم بي اللي عرفه يعني طيب اخر حاجة هنختصر سريعا انه ساعات مثلا بعض الناس يقول لك ايه يقول لك ماشي انا لو اشتريت بي ايتش الكتروض زي كده ما قدرش رابطل مخزنه عندي سنتين ان شاء الله التاني دي يعيش كويس ويقعد معنا كويس لانه ممكن يفوز هو البي ايتش الكتروض ما قدرش مسلا مثلا يعني ما قدرش رابطل مخزنه اكتر مسلا من ثلاث شهور مثلا يعني وغير لما مش هينفع معي مثلا يعني يعني انا بضرب مثلا مثلا ان فيه حاجة محتاجة تتخزن يعني او مش هينفع تتخزن قصد يعني يعني اللامبة مسلا تعسر سيميليتور ته ممكن اللامبة الجديدة اللي ما استخدمت شديدة تفضل موجودة عندكم ان شاء الله تععد ان بيزن الله مسلا السنتين ما حصل لاش حاجة لما اللامبة القديمة تستهلك خالص تحطوا اللامبة الجديدة مكانها او تجيبوا الشركة تركيب لكم اللامبة الجديدة مكانها انما مثلا مثلا التفلون زي كده هوت يعيش مش هيقول لك لا الخرطيب اللي زي كده تعيش مش هتقول لك لا الخرطوشة دي تعيش ما هتقولش لا لكن البيتش اللي ترده يقول لك لا دا يبوص بنعمل دي في حالة زي كده هوت بنعمل تبادل باستمرار نشغل ده تلت شهور ونركن التاني على جنب وبعدين بني مأكد بنا عندنا ان احنا كل تلت شهور هنجيب اللي كان برا نركبه هو واللي كان بيستخدم ده باستمرار نجففه وننشفه ونحطه على جنب وهكذا نبدل كل تلت شهور نشغل واحد مكان التاني وهكذا في واحد عقول لك لا 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 سيبك بنفسر بيقوله ده كلام مش مزبوط وكلام غلط وحيعمل يا ساد غلط ومش عارف ايه هو قدرة هو استاذ المعمل هو قدرة فيه انا بقول لك اللي حد قالهولي زمان يمكن اكون انا عندي معلومة غلط انا يعني انا بس بقول لك اللي انا عرفه يعني زي ما قلت لك احنا بندرتش في حاجات زي كده كلام تم مش في كتب مثلا ولا حاجة يعني ده مجرد دس ايه يعني شغل معامل ده اللي انا عرفته في الدنيا يعني خلاص فيه برضو اخر حاجة ان ساعات مثلا ايه جايبين انتم جهازوا معاك كمبيوتر وعليه سوفت وير بيشغلوا السوفت وير ده من فترة والالتانية بيحتاج يتعامل له افديت اونلاين اه ومثلا انت مثلا فيه عينات بتتعامل عليه محتاجين تبعاته النتائج دي للناس طلبة مثلا عايزين ياخدوا النتائج بتاعتهم مش معقولة عالكمبيوتر يبدالوا يجيبوا فلاشة معاهم ويحطوا فلاشة ويطلعوها ويحط فلاشة ويطلعوها ممكن يفيروس لك الجهاز تاني حاجة النت حتجيبها له منين ممكن المعمل يكون فيه شبكة نت ويرلس والجهاز ما فيهوش كارتة اللان الويرلس اللي بتلقوط نت ويرلس فشغلانة يعني فمن ضمن برضو الطلبات اللي تاخد بلك منها لما يكون فيه جهاز كمبيوتر جاي مع معمل تركبه فيه او تطلب منه انه يكون معاه مثلا من كارتة لان زي كده حتى لو سيعره زاد شوي خلاص علشان يقدر يلقوط الكمبيوتر ويرلس نت ويرلس اوتوماتيك من غير ما يجيب فلاشة ولا حاجة تاني حاجة عشان يقدر يعمل تحديث باستمرار اه برضو ممكن تطلبوا عليه ان يكون عليه انتي فيروس مخصوص لو انتم عايزين بالمرة يعني بالمرة لان الجهاز بيجي معاه مثلا ايه او هو ممكن يكون الكمبيوتر اوتوماتيك بقى عليه الويندوز بتاعه والويندوز بقى عليه الويندوز دفيندر تطلب من اي شركة زيادة في حاجة اسمها يو اس بي ستيك كده هوت بتبقى حاجة جاي الفلاشة كده هوت هي بتلقى اوت نت الوحدة فممكن تطلبوها معاه بالمرة وسط المشروع بدل ما عسلات هتجيبوا فلوس من ايه فبالمرة تطلبوا حاجة زي كده هوت عشان تعوضوا مشكلة كده يبقى الجهاز معاكم وبتجيبوا البتاعة الفلاشة الصغيرة ده هيت وبتركيبها على الجهاز هو حيقول اوت نت تظبط ان انتو عايزين تعملوه بعدين تشويلوا الفلاشة دي واتطلعوها برا وخلاص على كده بس زي ما قلتلك انا كل اللي يهمني انت تاخد لك منه انه مش معنى انتو جهاز تمن مثلا 100000 فجرين ان كده خلاص الدنيا انتهت لأ فيه لأجهز مسلزمات مهمة لازم تجيبها معاها بالمرة ده غير قطع الغيار قطع الغيار مثلا زي لمبة اليو في دي لو بازت دي مشكلة لازم الشركة تيجي تعمل سيانة ده قصة تانية خالص لكن في اللمبة بتاعت دي دي مستهلك من المستهلكات الجهاز مطلوبة معي الالكترودات دي مستهلك الكيوفيتات الكارتز دي مستهلك برضو تشتريها من اي شركة مش قضية خالص يعني لكن الالكترود البيتش متر ده لازم تشتري مع الشركة بتاعته يعني اتفاقنا فده مسحة بدا نبيها كلون انت تاخد بالك انه كلمة مستهلكات مش بس معناها شوية الاساس اللي في المعمل وبالكترود والحاجات اللي زي كده ولا شوية الكيموات اللي انتو بتجيبوهم ولا التحاليل اللي انتو بتعملوها كيموات زي كده غالية ومهمة وممكن تحتفظوا بها في التلاجة عندكم مهمة جدا فانا عايزك تبقى عامل حسابك انه الدكتور يحب الطالب انت يعني وانت شغال معاه في المشاريع تبقى واعي لحتة ازاي الجهاز يكمل معي ان شاء الله سنة وسنتين قدام مش مجرد طالب جاي يعمل اياسات على البيئتش ميتر يقول له بص حطيلي بس عينا بتاعتي يقول دي بيئتش كام وخلاص عشان هو عايز يروح يكمل تحضير المادة وكده لا عايز واحد يعينه على الجهاز تشوف الجهاز ده هيشتغل ازاي معاه ايه الغلاطات اللي ممكن تحصل ايه اللي ممكن يعطى العمل الجهاز ده لمدة السنة قدام بإذن الله فيجيب له معاه مستلزمات وحكته عشان ايه يحافظ عليه بإذن الى قدام انتفقنا بس بتجمعه بقى الفلوس دي كلها وبتجمعه فلوس الاجهزة وتشوف هل هي زادت عن روعمائة الف ولا لا لو زادت لازم تقليله شوية لانتو طالبينه ده لغاية ما ايه يزبط عن روعمائة الف بإذن اتفقنا ده كده تاني بند في الميزانية روعمائة الف اللي بعد جهوت نكمل بقى ان شاء الله بقيت البنوط في الفيديوهات اللي جاي شكرا